مندوباً عن جلالة الملك عبد الله الثاني حضر وزير الداخلية مازن الفراية قداسة منتصف الليل لعيد الميلاد المجيد للكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي وذلك في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم وترأس القداس بطريارك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن في أوفلوس الثالث الذي تمنى أن يحل السلام في أرض السلام وفي العالم أجمع بدوره نقل الوزير الفراية تحيات وتهاني جلالة الملك إلى المسيحين في فلسطين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة وتمنياته لهم بعام يسخر بالمحبة والأمن والسلام